النهاردة كمان مجلس إدارة النادي قرر تعيين كابتن وليد سليمان نجم الأهل المعتزل حديثاً نائباً لرئيس قطاع النشئين في النادي اجتمع كابتن محمود الخطيب مع كابتن خالد بيبو مدير القطاع وكابتن وليد سليمان النائب له لتحديد سياسة العمل ودعم جهودهم في الفترة اللي جاية ومن المنتظر إن وليد سليمان إن شاء الله يعمل فترة معايشة مع ليفربول ومع برشلونة لتجهيزه ككادر إداري للمرحلة اللي جاية إن شاء الله يعني وليدي استحق والنادي الأهلي ده هدية النهاردة أنه ده عيد ميلاده والله كل سنة عطالي جايله يوعد ميلاده وبعدين هو استحق لأنه الحقيقة يعني كل من يتمسك بالأهلي كان ينتظره هذا الدعم فتحطرني كلبة الخطيب بقول أي حدي بيسيب النادي الأهلي مش بزعل منه أنا بزعل عليه لأنه دي حاجات بتعيش معك وتؤهلك وتنميك طول عمرك وقد تعطيك من الفخر والاعتزاز والأموال أيضا طبعا أكثر مما يعني سعيت إليه في لحظة كابتن وليد قصة حياته كلها سعي إلى اللعب في النادي الأهلي ثم الإخلاص للنادي الأهلي ثم التمسك بالنادي الأهلي وهو يكمل المشوار كادر موفق نستفيد منه كما نريد وكما نأمل بإذن الله إن شاء الله تعالى ترجمة نانسي قنقر